فأرجو ان يعني نحترم بلدنا مرتضى شاء المرتضى استغل الموقف وخده وضموا النادي الزمالك بقى وطوأمة راجل بيعمل لي صالح نادي راجل معلوش غبار بس اللي عليه بقى ان هو يتكلم على النادي الأحلي وانا قلت له ما بينه وما بينه قلت له في التلفزيونات يا سعدت المستشار هذا الصديق العزيز اللي عمل طفرة في نادي الزمالك وما اعتقدش ان حد عملها ولا حيعملها قبل كده ملكش دعوة بالنادي الأحلي ملكش دعوة بالخطيب انت خليك في ناديك وفي لعبتك وفي مدربك هل الخطيب يطلع بكرا الصبح يقولك يا سعدت المستشار بعد إذن هتدخلش في الكرة ما تتكلمش في فنيات ما تقولش ده يلعب ولا ده ما لعبش ما بتلعبش ده ولا تلعب ده ليه هو انت ليه جمعتك تلغت ملوش علاقة خطيب ملوش علاقة ومش هيحصل في يوم من الأيام يا سعدت المستشار أرجوك أرجوك خليك في ناديك الاحتقان ما بين جمهور الأهلي وزمالك مش كويس مش لصالح الرياضة احنا كرياضيين مفروض نصدر اتمانينا لبلدنا والجمهورنا والشعبنا مش نعمل احتقان ما بين الأهلي وزمالك اشتركوا في القناة